دمرت القوات الجوية المصرية عددا من العربات المنفذة للهجوم على مسجد لجماعة صوفية غرب مدينة العريش شمال سيناء أمس الجمعة والذي أودى بحياة 235 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في وقت توعد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالثأر لضحاء الهجوم الذي لم تتبناه بعد أي جهة واستهدفت القوات الجوية أيضا عددا من البؤر الإرهابية التي تحتوي على أسلحة وذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية بحسب ما أكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي ونقلت وكالة رويترز أن الجيش المصري بدأ تنفيذ ضربات جوية قرب منطقة الهجوم وأضافت أن الضربات تركزت في مناطق جبرية عدة حول المسجد يعتقد أن المهاجمين يختبئون فيها وكان الرئيس السيسي الذي أعلن الحداء الثلاثة أيام قد قال إن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستثأر للضحايا وستستعيد الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال فترة قريبة